بعث حضرت صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا غرق سفينة في نهر تيتاس شرقي العاصمة دكا والذي أودى بحياة العشرات من ركابها وإصابة آخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا غرق سفينة في نهر تيتاس شرقي العاصمة دكا والذي أودى بحياة العشرة من ركابها وإصابة آخرين مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ممثلة اشتركوا في القناة